السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستردى محمد من قناة ماي انجليش تايم. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض شرح الوحدة السادسة للصف السادس الابتدائي. وناخد النهاردة الدرس التالت و الرابع فيها واللي معانا بعنوان فوكس اند براكت سايم. ولكن قبل نشوف درسي النهاردة بيقدمونا ايه? ما افكرك لو كان فاتك الدرس الاول والدرس التاني في اليونت هتلاقي نسايب لك اللينكات بتاعتهم اسفل الفيديو في الوصف. كمان ما تنساش تضغط لايك للفيديو عشان ليبتبقى حاجة مهمة جدا للفيديو بشكل عام وللقناة. تعالى كده الله نشوف الدرسين بتوع النهاردة بيقدمونا ايه? هنبدأ كده بدرس الفوكس تايم. درس الفوكس تايم النهاردة بيقدم لنا مجموعة من الكلمات بنقول عليها يعني صفات والاحوال. والاحوال دي بيكون عليها نقول حال او نقول عليها ظرف. معلنا بالمعنى العربي ولكن المهم اللي انا بعارف ان في حاجة اسمها يعني صفة يعني ظرف. تعالى كده نشوف مجموعة الظروف او الاحوال اللي قدامنا دول. ركز بقى معاك كده عشان نشوف نطقهم وبعد كده هتلاقيني بقدم لك درس الجرامر او بتاعك بشكل مبسك جدا وهتفهم ان شاء الله على طول. اللي هو المفروض الدرس الرابع. ركز بقى معاك في الكلام اللي قدامنا ده. درس جزء من فضيلها جدلا سródل ي pros انجو Twin medium درا Rules بادي 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 البؤ بادي 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 Loudly Loudly Quickly 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 Slowly 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 Happily 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 Sadly 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 الكلمات اللي قدامنا ديت مهمة جدا ان انت تحفظها ولكن انا هوضح لك اصلا الكلمات اللي قدامنا دي عبارة عن ايه في الدرس الرابع طيب تعالى كده نشوف الجزء اللي تحت الجزء اللي تحت ده بيديني الكلمة الاولى هتكون الصفة اللي هي والكلمة اللي جنبها تبقى الظرف بتاعها او الحال بتاعها ركز بقى كده معايا ونشوف اول حاجة معانا اللي هي جود ده الصفة معناها جيد وصدها الظرف بتاعها اللي هو well معناها بشكل جيد bad اللي هي سيء الظرف منها badly اللي هي معناها بشكل سيء quiet يعني هادئ الظرف او الحال منها اللي هي معناها قوية او quietly معناها بشكل هادئ loud يعني مرتفع ولكن loudly معناها بصوت مرتفع يبقى loud مرتفع عما loudly بصوت مرتفع او بشكل مرتفع quick اللي هي معناها سريع quickly معناها بشكل سريع slow دي بطيء ولكن slowly اللي هو الظرف او الحال بشكل بطيء او ببطء happy يعني سعيد ولكن happily معناها بسعادة او بشكل سعيد دي الظرف sad دي الصفة بمعنى حزين ولكن sad لي معناها بشكل حزين طبعا قلت مهم جدا انت تحفظ الثامن ظروف او الاحوال اللي قدامك دول تعال بقى كده ننتقل على الدرس الرابع المهم جدا هو درس أو في درس بقى النهار ده والدرس الرابع وده ده طبعا الدرس المهم جدا في اليونت بنتكلم على حاجتين قلنا هنتكلم عن حاجة اسمها الادجكتف وهنتكلم عن حاجة اسمها الادفرب اللي قلنا اسمه الحال او الظرف خلينا الاول كده نشوف الادجكتف اللي هي الصفة الصفة دي بيقول لي وظيفتها ان هي بتوصف الاسم اللي موجود في الجملة وكمان بيعرفني مكانها ان هي في الغالب بتيجي قبل الاسم على طول يا اما بتيجي بعد فيربيتو بي اللي هو ام او از او ار في البرزنت وفي الماضي اللي هما وز و وير طيب كده انت عرفت مكانهم ركز كده احنا قلنا هنا بتيجي ايه قبل الاسم مباشرة زي المسال ده بالظبط هنا بقول ايه الصفة هنا اللي هي كلمة يانج اللي معناها ايه صغير في السن جات فين كلمة يانج اللي هي الصفة جات قبل الاسم مباشرة اللي هو كلمة ايه بوي طيب ايه المكان التاني بتاع الصفة بقول لي ان هي بتيجي بعد فيربيتو بي زي المسال التاني كده ما بقول لي فين الصفة الصفة اللي هي كلمة يانج قلنا اللي معناها صغير جات فين جات فعلا بعد فيربيتو بي اللي هو از ولكن الصفة مش موضوعنا النهاردة احنا موضوعنا النهاردة اصلا او الدرس بتاعنا النهاردة بتكلم على الادفرب على الظرف او على الحال. تعال بقى كده وركز معايا عشان نعرف ايه هو الحال ده اللي احنا اول مرة نغضو السنة دي. الادفرب ده او الحال او الظرف ده بيقول لي انت بتستخدمه عشان توصف الفعل. يبقى الصفة بتوصف الاسب اما الحال او الادفرب بيوصف الفعل. طيب يعني ايه بيوصف الفعل يا اولاد? يعني بيعرفك الفعل بتاع الجملة بيحصل ازاي? بيتم ازاي? بيجري ازاي مسلا? بيلعب ازاي? اه بيزاكر ازاي? بيغني ازاي? اوكي? يبقى انا عاوز اعرف الفعل بتاع الجملة بيحصل ازاي? ده بقى وظيفة الظرف او وظيفة الحال. بيعرفني كمان هو بيجي فين? بقول لي غالبا ما بيأتي بعد الفعل مباشرة. بيجي لازق في الفعل كده على طول. زي المسال ده كده بالزبط. بقول لي. طبعا ديت هو الحال. وطبعا جات فعلا بعد الفعل على طول. طيب وظيفتها ايه والي اللي معناها بشكل جيد? وظيفتها انها بتوصف للفعل اللي هو استدد. اللي هو معناها زاكرت. وبتعرفني او بيعرفني هنا هي زاكرت ازاي? يبقى هي زاكرت بشكل ايه? بشكل جيد. المكان التاني بتاع الظرف بيقول لي لو ما جاش بعد الفعل على طول بيجي في اخر الجملة بعد المفعول. اوكي? يعني بتلاقي ما بينه ما بين الفعل كده فاصل. الفاصل ده او الكلمة دي بتكون هو ده المفعول بتاع الجملة. زي المسال ده. يعني هي زاكرت درسها بشكل جيد. طيب برضو قلنا والي هنا اللي هو الظرف بيوصف مين? بيوصف للفعل. بيعرفني هي زاكرت ازاي? بشكل جيد. طيب. كده انت عرفت وظيفة لايه? الظرف. وبيجي فين? اللي هو الظرف او قلنا الحال ده. تعال بقى نعرف بنجيبه منين اصلا? او شكله عامل ازاي? اول حاجة كده معظم الظروف احنا بنجيبها عن طريق اضافة للصفة. يعني اجيب الصفة احط لها بتتحور على طول وتتشقلب الى ايه? الى زرف. تعال كده نشوف الجدول اللي بيبين كده. اول حاجة كده مسلا الصفة اللي هي باد. قلنا الظرف منها بادلي. باد سيء. بادلي بشكل سيء. اه لود قلنا مرتفع. لودلي معناها بشكل مرتفع او بصوت مرتفع. بطيء ببطء او بشكل بطيء. الصفات اللي بعد كده اللي هي مسلا كويت. الظرف منها ايه? كوياتلي. يعني اه اللي هو سريع. دي الصفة طبعا الصفة. الظرف منها ايه كويكلي معناها بشكل سريع. وسادي انا حزين. الظرف منها ايه? سادلي. زي المثالين دول كده بالزبط. هنا بقول كريم. وساد. ساد هنا جاي كايه? كآن adjective كصفة. بتوصف مين الصفة دي? بتوصف كريم. يبقى فعلا الصفة وصفة الاسم. طب تعالى بال الجملة اللي هنستخدم فيها الحال. كريم play the trumpet sadly. كريم عزف على آلة البوق. بس بشكل حزين. يبقى sadly اللي هي الظرف دي بتوصف مين? بتوصف كريم? لا ما بوصفش كريم. ده أنا بوصف طريقة عزف كريم. كان بيعزف ازاي? بشكل حزين. يبقى الظرف هنا جايه عشان يوصف لي الفعل فعلا. وبيعرفني عزف ازاي? وجات هنا في اخر الجملة بعد المفعول. طيب احنا قلنا يا ولاد ان معظم الصفات بحط لها بتتحول لايه? لزرف. ولكن مش كلها. انا بقول معظمها. تعالى كده نشوف الحالة اللي قدامنا دي. بولي لو الصفة اخرها واي. وقبل الواي حرف ساكن. اخرها واي وقبلو ايه? حرف ساكن. هتعمل ايه ساعتها? بولي في الحالة دي بحزف الواي من الصفة وضيف آي الواي في الحالة دي بتتحول الى زرف. تعالى كده نشوف. هابي مثلا اخرها واي. وقبل الواي بي. والبي ده حرف ساكن. عشان كده لما جينا نحولها الى الحال او الظرف. حزفنا الواي خالص وحطنا مكانة ايه? اي الواي بقت هابلي. هابلي دي الصفة بمعنى سعيد. هابلي زرف او حال بمعنى بشكل سعيد. نفس الكلام بقى في لكي. بالتحرك اللي هو الواي وقابله حرف ساكن فحزفنا الواي وحطنا اي الواي بقت لاكلي. لاكي محزوز اما لاكلي معناها بشكل محزوز. ايزي يعني سهل دي الصفة. نفس الكلام منتهي بالواي وقابله ساكن حزفنا الواي وحطنا الواي الواي بقت ايه? بشكل سعيد. زي المسالين دوب الزرطة هابولي ذي. هما كانوا سعداء. فهابي صفة بتوصف مين? بتوصف الاسم اللي هو ايه? ذاي. طيب المسال التاني هابلي ذاي بلاي. كانوا او عزفوا على آلة الطبول بشكل سعيد. يبقى هابلي هنا جاي عشان توصف لي الفعل وتعرفني كانوا بيعزفوا ازاي? وعملنا فيها النفس اللي احنا قلنا عليه لان احنا عزفنا الواي وحطناك هنا اي الواي. تعالى بقى الاخر حاجة واخر شكل ليه الظرف يعني. بيقول لي ان في بقى صفات شازة. ما بنحط الهاش لالواي ولا اي الواي. مال بنعمل في ايه? بنحفظها زي ما هي كده. طيب. هيا اسمهم ليه الجدولين? الجدول الاولاني بيديني صفة واحدة اللي هي جود. والظرف من اولاد ايه? وال. بيعرفنا هنا ان الصفة ديت بتتحول تماما لكلمة تانية. يبقى جود ديت الصفة الظرف منها كلمة تانية اللي هي ايه? وال. جود جايد والشكلين جايد. زي مثلا المسال ده بيقول لي مونة is a good girl. مونة دي بنت جايدة. يبقى جود ديت جاية كصفة توصف لي مين? توصف لي مونة. مثال التاني. واللي مونة plays the xylophone well. مونة بتعزف على قالة ال xylophone اللي قلت طبعا دي xylophone دقضة عربي انما قلت بالانجلش اسمها ايه? xylophone. xylophone. بتعزف على قطة الايه? الا xylophone دي بشكل ايه? بشكل جايد. يبقى هنا الظرفة هوت اللي جيبته من good اللي هو well. بيعرفني هي بتعزف ايه? ازاي? وبيوصف لي فعل الجملة. اخر حاجة بقى هو بيقول لي ان فيه مجموعة من الصفات بتبقى هي هيها وهي ظرف. يعني لا بضيف ولا بحزف. زي ايه بقى? زي مثلا fast وهي صفة بما معناها سريع. ولكن fast وهي حال بما معناها بشكل سريع. late متأخر ديت صفة ولكن لو هستخدمها كظرف بما معناها بشكل متأخر. early مثلا معناها مبكرا. ولكن لو هستخدمها كحال ببقى معناها بشكل مبكر. اوكي? طيب. زي مثلا بقول we are fast. احنا سراعة. يعني كده انا بوصف احنا بنوصف كده الاسم ان احنا سراعة. اوكي? ولكن هيا بقول لي we run fast. احنا بنجري بسراعة. يبقى كده استخدم او استخدمت هنا fast كحال. ليه? عشان fast هنا بتوصف لي فعل الجملة. وبنعرفكم كده احنا بنجري ازاي? بنجري بسرعة. يبقى فيه فرق. هنا fast هنا جاءت كصفة توصف الاسم. هنا fast هنا جاءت كظرفة او حال بتوصف فعل الجملة. اخر حاجة بقى في الشرحة المهاردة هو ازاي اسأل عن الحال? ازاي بتسأل عن الحال? طبعا انت عاوز تعرف فعل الجملة بيحصل ازاي? كيف يحدث فعل الجملة? عشان كده انت بتسأل عن الحال بالكلمة اللي معناها كيفها? اللي هي ايه? اللي هي هاو. لو انت بتسأل سؤالك في الماضي هتقول لي هاو وتجيب بعدها دد. هاو دد. طب لو بتسأله في المضارع هتقول لي هاو دو او هاو داز. ولكن خلينا نركن دو داز على جم دلوقتي ونخلينا في اللي موجود عندنا في الدرس وهي ايه? هاو دد عشان اسأل في الماضي. هيجي بعد اه دد الفاعل. اي ضمير فاعل زي مسلا اللي هما السابعة اللي اي ويو وذي وي وشي. اللي انت عارفهم طبعا كلنا. واضيف عنهم الاسم هو هو اسم الجامعة. هو ده الفاعل اللي في الانجلش. هيجي بعد الفاعل الفاعل في المصدر. وفي الغالب هيبقى الفاعل اللي هو اللي معناه يعزف. عشان احنا بنكلم اصلا على درس الالات الموسيقية. طيب. لما تيجي الجاوب بقى ركز كده? لما تيجي الجاوب على السؤال اللي مكتوب كده? هتبدأ بمين بالفاعل? تاخد الفاعل اللي هيبقى في السؤال تبدأ به. وبعد كده تحول الفاعل اللي جيه في المصدر ده هو اللي هو هيكون هتحوله للماضي بتاعه اللي هو وبعد كده اسم الالة اللي هو عزف عليها. وليكن مسلا ده درومز. آآ ده زايلافون. ده فلوت. وبعدها الظرف اللي هيوصف لي طريقة عصف الشخص ده. تعالك هنشوف الامسال اللي هتوضح كده. هطلعز ايه? بدأ بهاو. بعدها دد. بعدها الفاعل. بعدها الفاعل في المصدر اللي هو قلنا هيبقى بلاي. وبعدها اسم الالة. كيف هو عزف على آلة الايه? التوبة. طيب. رد بي قال له ايه? هي بدأنا بالفعل اولاد. بعد كده حولنا المصدر للايه للماضي. يبقى هو عزف. هيبلايد. وبعدها اسم الالة اللي عزف عليه. هيبلايد. ذا تيوبة. وال. وفي الاخر تحط لي الظرف. اللي هو طبعا الاجابة اصلا. الظرف اللي هيوصف لي طريقة ايه? عصفه. يعني هو عزف على آلة الايه? اللي التوبة بشكل ايه جيد. مساعد تاني. كيف هم عزفوا على آلة الايه? الطبول. عزفوا ازاي? برضو. ببدأ بي الفاعل. بحول المصدر ده اللي هو للماضي. وبعس بستخدم نفس الآلة اللي جابها في السؤال. بعدها الظرف اللي بيعرفني لعبه او عزفه عزفه على آلة الطبول ايه ازاي? يبقى عزفوا على آلة الايه? الطبول ديت بشكل سريع. تعالوا بقى كده مع بعض بعد ما شفنا شرح الدرسين اللي هو الدرس التالت وشفنا بيقدم لنا قلنا الظروف. وكمان شفنا الدرس الرابع. جيبا الوقت لحل الاسئلة. طبعا حل الاسئلة ده مهم جدا. لان بقولك هو اللي بيخليني افهم الدرس بشكل اكبر وبشكل ايه? اكتر. فهنحل الاول كده سؤال اللي قدامنا ده ومكون من تمن جمل. نمبر وان مسلا فيه بقولي. بعرف كده وبسأل كيف لعبوا الايه المباراة? هم لعبوا الماتش ازاي? يبقى هتقولي. انا كده عاوز اعرف الطريقة اللي لعبوا بقى الماتش. يبقى انا كده محتاج لي ايه? محتاج لحال. محتاج لحال يوصف لي طريقة ايه لعبهم. طب فين الحال بقى هنا? او فين الزرف او فين الادفرب. اللي هو وال والجود وال والاكويت. يبقى الحال هنا اللي هو مين? اللي هو وال. بشكل جيد. هم لعبوا بشكل جيد. انما التلات حاجات تانين دول صفات. صفات ما بتوصفش الفعل. الصفات بتوصف الاسم. سهلة قوي السؤال ده. لان طبعا هنا موجودة. وطبعا لما يبقى معاك اولاد او او بيجي معهم الفعلة في المصدر. وبالتالي هتقولي طيب. الغلط اللي ممكن يقع فيه البعض هو ان انا ممكن لما اشوف اشوف يسر داي باجر واختار الفعل اللي في الماضي. هقول لك ماشي اوكاي. ولكن ام تعمل كده? الكلام ده في الجملة المثبتة بس. انما في الجملة المنفية اللي بيبقى فيها ال didn't استعدام المصدر. حتى لو فيه yesterday or last. وفي السؤال بيبقى معاك did برضو استعدام المصدر. حتى لو فيه last or yesterday برضو. طيب نكمل. number three. how? وبعد كده your friend. play the drums yesterday. طب yesterday موجودة? يبقى السؤال كده فين? في الماضي. يبقى هسأل ب do ولا does ولا did ولا doing. هتقول اللي هسأل بإيه؟ هسأل بدد. نمبر فور. العربية بتسير. بتسير بإيه بقى? ولا كويكلي ولا ولا كويت. طبعا انت محتاج هنا لظرف او حال يعرفني طريقة الفعل اللي بيحصل ازاي؟ هي بتمشي ازاي العربية؟ برافو. يبقى بتمشي بسرعة او بشكل سريع اللي هي كلمة ايه؟ لان التلاتة التانية قلت ايه الصفات. يبقى اني محتاج لظرفه. في المحاسة بين اي ايه هنا بيسأل بي بقوله يعني كيف ملك عزفت على قالة الايه؟ قال اي بي قال هي بعد ايه طبعا المفروض ان انا اقول ان هي ان هو سوري هو آآ عزف. طبعا دي مالك معلش اخدش بالي. دي مالك مش ملك لان المالك بتبقى بالايه؟ آآ مالك يبقى بالتالي نقول هو عزف بشكل هادئ. يبقى بالتالي اولاد هحول بلاي الى الماضي. يبقى بالتالي اقول ايه؟ دايما اصلا لما تلاقي سؤالك آآ قلنا بنستخدم مع الفعل في المصدر. ولكن لما تيجاوب استخدم المصدر ده بقى في صغة الايه الماضي. يبقى تقول لي عزف عليها بشكل ايه؟ هادئ. نومبر سيكس يقول شي بلايد. ده تيوبا. هي عزفت على قالة الايه؟ التوبا. احنا محتاجين لظرف عشان يعرفني طريقة عزفها يوصف لفعل الايه الجملة اللي هو وبلايد. وبالتالي هنختار اللي. معناها ان هي عزفت على قالة التوبا بايه؟ بشكل عالي او بشكل مرتفع وبصوت مرتفع. نومبر سيفن. مونا بتعزف على البيانو. وعاوزين هنا نعرف ازاي. مش حابين خالص العزف بتاعها او الموسيقى بتاعتها. معنى كده ان هي مبتعرفش تعزف. يعني بتعزف بشكل ايه؟ بشكل سيء. وبالتالي بشكل سيء هنا اللي هي ايه؟ بدلي. نومبر ايت. هي از اه وبعد كده كلمة وكلمة يعني مغني. طيب. عاوزين نقول ايه بقى ونختار ايه؟ نختار هنا بدلي يعني بشكل سيء ولا بشكل جيد ولا يعني جيد ولا يعني بشكل حزين. طبعا لو طلاحز هنا احنا نستخدم جد. طب ليه مستر؟ هقولك عشان احنا محتاجين لصفة توصف لي الشخص ده. واتعرفني هو مغني عامل ازاي؟ مغني كويس؟ ولا سيء؟ لأ احنا هنقول ان هو يبقى احنا مش محتاجين هنا لآآ ظرف يا ولاد عشان مش محتاجين نوصف فعل. احنا محتاجين نوصف شخص. محتاجين نوصف اسم. واللي بتوصف الاسم هي الايه؟ الصفة مش الحال ولا الظرف. تعالوا بقى دلوقتي عن حل اللي هو بيطلب مني طبعا وبيعرفني ازاي اكون السؤال وازاي اكون الاجابة على الصورة. الكلام ده مهم جدا عشان قلت مهم جدا الطرف تكوين السؤال وتكوين الاجابة وهيفيدك ده حتى كمان في سؤال وحدثة الاولى طبعا او الجزء اللي هو الاولان ده بيقول هنا ايه؟ كيف هي عزفت على قالة الايه؟ رد بيقال له الده اللي طبعا هنا حال عشان يعرفني بتعزف ازاي. طيب. اه يعني كيف انت بتعزف على قالة الطبول؟ رد قال انا بعزف او عزفت على قالة الايه الطبول بشكل سريع. تعال بقى وركز بقى من اول نمبر ثري. نمبر ثري بقى احنا قلنا السؤال بتاعنا بيبدأ بهاو ايه؟ بهاو ديد. يبقى احنا هنا هنحط ايه؟ هنحط هاو. هاو ديد هي بعد كده بعد هي بتستخدم الفعل اللي هو يعزف اللي هو مين؟ هاو ديد هي بلاي. تب بلاي ايه؟ بلاي ده هارب. بتخلي بالك ان الالات الموسيقية ولاد بيجي قبلها ايه؟ بيجي قبلها ذا على طول. هاو ديد هي بلاي ده هارب. هيرد هنا بيه وقال ايه؟ هي بلاي ده هارب. هو عزف على قالة الهارب. محتاج يعني بقى الظرف اللي هيوصف لطريقة العزف. واللي هو كتبولي تحت هوات اللي هو ايه؟ سادلي. يبقى عزف بشكل ايه؟ حزين. فور. عاوزنا كون السؤال كله. السؤال بتاعنا قلنا بيبدأ بايه؟ هاو. ركز معايا هاو ديد وبعدها الفاعل. الفاعل مين؟ اهو. اللي هو هي. يبقى هاو ديد ايه؟ هاو ديد هي. كيف هو؟ وبعد كده الفاعل تستبت معايا اللي هو مين؟ اللي معناه يعزف كيف هو عزف على. عزف على ايه بقى؟ اسم الالة اللي هي رد بيقال هاوزني اكون السؤال كله. برضو هبدأ السؤال بتاع بايه؟ هاو ديد ويه الفاعل هنا اللي هو يو. وبعد كده الفاعل اللي بتاعي اللي هو بلاي. وقلت في السؤال هيجي play على طول مصدر عشان did. بيجي معايا مصدر. ولكن لما تيجي جاوب بتحول play الى played. how did you play؟ وبعد كده الالة اللي عندي وحطها بلاها ذا اللي هي the samples اللي هي السقاط. رد بيه وقال ايه we played احنا بقى عزفنا وplayed the samples loudly. يعني عزفنا على the samples بشكل عالي او بصوت عالي. number 6 بقى عاوزني اكون الاجابة. فالسؤال بقى how did she play the trumpet؟ بالتالي الفاعل بتاع السؤال اللي هبدأ بيه هو مين؟ هو she. طيب بعد كده بتحول play الى مين؟ الى الباست الماضي هي عزفت. واسم الالة. عزفت على ايه؟ على آلة الايه trumpet. she played the trumpet. وتحط لي بقى الظرف اللي هيوصف لي طريقة عزفها. اللي هو كتبولي تحت هوات اللي هو ايه بادلي بشكل سيء. number 7 برضو نفس الكلام عاوزني اكون الاجابة. السؤال بيقول how did they play the flute؟ كيف عزفوا على الفلوت؟ ومديني الظرف هو اللي هيوصف طريقة عزفهم اللي هو يعني بشكل ايه؟ جيد. طيب تعالى كده نشوف هنجاوب ازاي؟ قلنا هنبدأ بتاع السؤال اللي هو بعد كده حول الماضي. بعد كده اسم الالة اللي هي بعد كده الظرف او الحال اللي هيوصف لي الفعل اللي هو يعني عزفوا على آلة بشكل جيد. number 8 بقى عزفني اكون انا السؤال والاجابة. سهلة جدا. احنا هنكون السؤال هنا بهاو ايه؟ how did زي ما قلنا. بعد how did الفعل والفعل اللي هو هيكون مين؟ she. how did she. كيف هي؟ والفعل بتاعي اللي هو play واسم الالة اولاد اللي هو ايه؟ ده. طيب هنجاوب ازاي؟ طبعا هنجاوب ازاي؟ طبعا هنجايني الظرف اقول لنا انا هستخدمه في الاجابة بتاعتي اللي هي quietly يعني بشكل هدأ. هتبدأ اجابتك بيه الفعل اللي هو she وتحول play الى الماضي. هي اه she played هي عزفت واسم الالة اللي هي ده اه تشيلو. وبعد كده الظرف اللي هيوصف طريقة تعزفها اللي هو quietly بشكل هادئة. الاكسرساز اللي جاي معنا بعد كده سؤال الترتيب. number one فيه عاوزني ابدأ هنا باسم ليلة. يبقى انا عاوز اقول ليلة ايه؟ ليلة played. عزفت. عزفت على ايه؟ بعدها اسم الالة. ليلة played the violin. والعزفت على الكمان بشكل جيد. number two عاوزني اكون هنا سؤال. هبدأ هنا السؤال اللي احنا حفظناه خلاص اللي هو هبدأ فيه بعد كده قلنا اه بعد كده الفعل يا ولادي اللي هو آآ وبعد كده الفعل في المصدر اللي هو play وبعد كده ذا واسم الالة. how did they play the samples? تعالوا بقى دلوقتي هنحل الاكسرسايز اللي جاي على الدرس اللي هو درس الفوكس تايم ودرس وطبعا ازا احنا عارفين احنا بالحال من كتاب جيم دلوقتي. والصفحة ديت معانا في بيج ففتي ايت. هنبدأ كده الحل من اول number two اللي هو سؤال. number one مسلا فيه آآ آآ اللي هو سؤال في number one بيقول يعني هي بتعزف على آلة الفلوت. يا طرى بقى بتعزف ازاي. شوف انت بتسأل ازاي بتقول بتعزف ازاي. يا مان كده معانا كده محتاج لإيه? لظرف. آآ او حال يعني يعرفني طريقة عزفها. ويه الظرف هنا اولاد اللي هو بيكون ايه? في اللي هي كوكلي. يبقى هي بتعزف على الفلوت بشكل سريع او بسرعة. number two. he plays that وبعد كده slowly. يبقى طالما plays موجودة وعن الظرف اللي هو ببط يبقى اكيد بتعزف على آآ على آلة موسيقية. هتلاقي المفيشة اللي آلة موسيقية بس في هنا. وبالتالي هاختار هنا ايه? يبقى بتعزف على الطبول بشكل مطيء. number three. how بعد كده سوها play the guitar last thursday. طيب موجودة ولست من العلامات من العلامات الماضي. وبما اني باسأل في الماضي بالتالي هنستخدم ايه? هنستخدم did. four my grandmother mother. my grandmother. اللي هي جداتي. is too old. يعني عجوزة جدا. she walks. يبقى هي بتمشي ازاي? يبقى انا محتاج هنا لحال او ظرف يعرفني هي بتمشي ازاي? طب هي عجوزة قوي. يبقى اكيد بتمشي بايه? ببط اللي هي slowly. five. is very clever. يعني هو زاكي وماهر. جدا. he plays the xylophone. وبعد كده محتاج هنا لزرف او حال يعرفني طريقة عصفو. بيعزف ازاي على آلة. يبقى يا طرى باد ولا كويك ولا الجود ولا ول. فين الظرف? رابع عليكم الظرف هنا اللي هو ايه? اللي هو ول. واللي معناه بشكل جيد. كمال وبعد كده وكمان عندي آلة. يبقى انا محتاج هنا طبعا دي آلة موسيقية. والآلة الموسيقية اللي هي بيجي معها الفعل ايه? بروفو. بيجي معها الفعل هنا بنستخدمه بمعنى يعزف. اوكي? مش بمعنى يلعب. بقول لي هناء از ا. وبعد كده المدرسين بتوع بيحبوها. يبقى احنا كده عاوزين صفة توصف لي هناء. هنوصف في هناء بقى ان هي ايه? صعبة? ولا يعني شقية? ولا يعني ماهرة وزكية? ولا بات سيئة? اكيد هي كليفر. عرفنا منين ان هي ماهرة وزكية عشان كل المدرسين بتوع ايه? بيحبوها. ايت. لصير العام الماضي. بعد كده يعني هي السنالفات عزفت على ايه? التوبة. انما النهاردة بقى اللي هو الان يعني ولكن الان شي ده فلوت. يبقى الان ده مضارع. يبقى الجملة الاولانية في الماضي. هي عزفت خلاص في الماضي على الالة دي. ولكن دلوقتي كلمة دي بتمثل يا ولاد الان. يبقى المضارع اللي يجي مع اه شي هو بلايز. لان زي ما احنا عارفين ان الفعل فيه في المضارع بيبقى اما جاي في صغط المصدر زي بلاي. يام ما بضاف له اس او اي اس او اي اس. وهي وشي وات والاس مفرق بياخدوا الفعل اللي في ايه اس. يبقى هي بتعزف دلوقتي على قالة الايه? الفلوت. نمبر ثري معانا بقى اللي هو سؤال الفقرة تعالى كده نقرأها الاول وبعد كده نشوف الاسئلة اللي جاي عليها. مينيم از احمد انا اسم احمد. انا عندي 11 عين. انا سعيد جدا. وبعد كده هيبدأ يقول هيعمل ايه بكرة? فبقول لي هنا يعني غدا. فيبقى عندنا حفلة موسيقية في المدرسة. انا هعزف على قالة الفلوت المزمار. وصديقي عليها هيعزف على البيانو. ودينا هتعزف على على قالة الايه? الباس. وبعد كده بقول لي مدرس العلوم بتاعنا. سوري مدرس الموسيقى بتاعنا. هيعزف على الارج القهربي. يعني والدي والدتي هيقول المدرسة ليه? لكي. عشان يشوفوني باعزف على قالة الفلوت. يعني انا سوف بيقول انا سوف اعزف عليها بشكل جيد. ده هيكون يوم رائع ويوم لطيف. تعال يا كده يلا انت تشوف اه سؤال اللي تشوز. في سؤال اللي تشوز بقول لي احمد وبعد كده. احمد ايه بقى? اللي هيجو يشوفوه وهو بيعزف. طبعا والد ووالدته اللي هي بتشتمل وبنوصفهم لاتنين مع بعض كلمة واحدة اللي هي كلمة ايه? والكلمة اللي هي معناها الوالدين. الاب والام مع بعض. احمد سوف يعزف علي. احمد هيعزف علي ايه? تعال كده نرجع ونشوف احمد هيعزف علي. طبعا الولد اللي هو بيكلمنا اصلا اللي هو اسمه احمد قال ان انا سوف اعزف علي ايه? اه? بربع لك طبعا هو بيقول اول. وبالتالي احمد هيعزف علي قالة الايه? الفلوت. اللي هو المزمون. نشوف بعد كده ونشوف في اول سؤال اللي هو احمد. كم عمر احمد? هنرجع كده ونشوف. هو قالة هوت. ولكن انت متاخد خياش بالزبط زي ما جات في الجملة او في القطعة. عشان انا بقول ايه? احنا عاوزين احنا اللي نتكلم عليه. يبقى بالتالي هنشيل دي كده ونحط ما كان ايه? هي از. هي از الامن ياز اول. نمبر فور. وين ويل احمد هاب اسكول كونسرت? يعني متى احمد هيبقى عنده حفلة موسيقية في المدرسة? امتى بقى الحفلة? ننجح كده ونشوف الحفلة هتبقى امتى? قال له هوت تمارو? ويويل هاب اسكول كونسرت. وبالتالي الاجابة هتبقى ايه? هتبقى تمارو يعني غضل. طبعا انت ممكن تدي اجابة مباشرة كده على طول وتكتب كلمة تمارو? خلاص? يا ما بلا عاست جاوب اجابة كاملة? هتقول لي هي. تحول طبعا احمد الى هي. يعني سوف يكون لديه حفل موسيقي المدرسي غدا. نمبر فور بقى معنا. تعال كده نشوف نص الايميل ونشوف ازاي هنكتب السبع جمل في موضوع الايميل. ولي write an email to your friend Ali. هتكتب الايميل ده لصديقك علي. لكي ايه بقى ايه? to tell him about how. عشان تخبره عن ايه بقى how you and your friends play the musical instruments. يعني تخبره هتقوله ان كيف انت واصحابك بتعذفوا على الالات الموسيقية. your name is honey. اسمك هيكون هاني. your email address is honey at student dot com. وده البريد الالكتروني الخاص بيك. بعد كده بقول لي your friends. اللي هو الايميل اللي هو صاحبك وصديقك. is ali at student dot com. اول حاجة كده هي two. وتو معناها ايه? زي ما احنا متعادم التلمي الاول بيكتب بنكتب جنبها عنوال البريد الالكتروني بتاع الشخص اللي احنا بعتله. اللي هو مين? اللي هو ali. هو ali at student dot com. from يعني من? بكتب جنبها البريد الالكتروني الخاص بمين? بن راسل. اللي هو هاني. هاني at student dot com. بعد كده كلمة اللي هي الموضوع. جنب الموضوع احنا هنيجي من عند كلمة ايه? how you and your friends play the musical instruments. ده كده نص الموضوع. ولكن انا اقل لك قبل كده ان احنا بنحول الضمائر عليا. يعني how i بتحول you الى ايه? الى i. ويور تحولها الى my على طول. يبقى هنحول you ديت الى i واقول ايه? how i and my? how i and my friends play the musical instruments. ده هيكون الموضوع. طيب بعد ما كتبنا الموضوع. هتبدأ الاول بكلمة دير وتكتب اسم صديقك اللي انت بتعتلي اللي هو مين? اللي. وبعدها الكما. بعد كده جملة المقدمة بتاعتنا اللي بتكتبها في اي اميل اللي هي how are you and your family? كيف حالك وحال اسرتك? ونحط بعدها علامة الاستفاهم. ابدأ بقى كتابة السبع جمل بقى. ركز كده وشوف انا كتبت ايه? my school concert or my school sorry my school has a concert every month. my school has a concert every month. يعني مدرستي بتقيم حفلة كل شهر. i play the flute well. انا بعزف على المزمار او الفلوت بشكل جيد. my friend احمد صديقي احمد. play the harp happily. بيعزف على آلة الهارب بشكل سعيد. my friend مونا plays the drums quickly. ولاحز ان انا مع احمد ومع مونا ضفت للفعل play s عشان ده الفاعل بتاع الجملتين اسمه مفرد. انما لما جيت اتكلم عن نفسي انا فاي بيجي معاها الفعل في المصدر. يبقى تاني صديقتي مونا plays the drums quickly اللي بتعزف على الطبول بشكل سريع. my parents come to see me. يعني اه والدية بيجو يشوفوني. it is a nice day. يعني هو يوم لطيف. اليوم بتاع الحفلة ده بيكون يوم لطيف. وبعدك يا بقول we like this day very much. احنا بنحب هذا اليوم very much جدا. وفي الاخر بتختم بالجملة اللي هي الختمان اللي هنحفزها او بحفزنها وبنكتبها في كل ايميل اللي هي see you soon. اراقة لاحقا او قريبا. وعد كده كلمة yours. وعدها اسمي اللي هو هاني. اخر سؤال بقى معانا النهاردة اللي هو number five. بنك شوية the following sentences. number one بولي احمد play the trumpet will. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنغير الاي بتاعت احمد نخليها ونحط في الاخر فلسطوب عشان ديت ايه جملة. number two. what did ماهر do last night? اللي احنا هنعمله هنا هو تغيير ايه? تغيير ال w هنخليها طول ال itch عشان تكون ونحط في الاخر علامة الاستفهام عشان ده طبعا ايه سؤال. وبكده هنكون وصلنا الى نهاية فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا في يوم تقوى الدرس. لو كان عجب اقبال فيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو. ولو كنت بتشاهدنا لاول مرة ما تنساش تضغط على علامة الاشتراك بلو الاحمر اسفل الفيديو بعدها تدوس على علامة الجرس. عشان يوصل لك اشعار بكل فيديوهات الفترة القدمة. كمان ما تنساش تعمل ونشر لي القناة وفيديوهاتها وعلى الفيسبوك على صفحتك وعلى الصفحات التعليمية بحيس ان انت تساعد في نشر القناة وتوصلها الاجبر عدم الناس وتفيد غيرك ونشوفكم ان شاء الله على خير. ودمتم في اه اه عفية والصحة وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.